في المكلة ناقشت السطط المحلية بحضر موت مع مقادمة قبيلة العوابثة في مديريتي الساوى ووادي العينة مجمل الأوضاع الخدمية والأمنية في مناطقهم وخلال اللقاء استمع محافظ حضر موت اللواء روكين فريس المين البحسن من مقادمة القبيلة إلى جملة من المطالب والاحتياجات لقطاعات الخدمية والعسكرية والأمنية ووجه وكيل المحافظة للشؤون الفنية بالنزول إلى مناطقهم ورفع تقرير عن أبرز الاحتجاجات الضرورية لإدراجها ضمن مشاريع السطط المحلية القادمة مشيدا بجهود رجال القبائل في الحفاظ على الممتلكات العامة والموارد السيادية للدولة إبانا سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي على ساحل حضر موت من جانبهم أكد مقادمة قبيلة العوابثة وقوفهم التام إلى جانب قيادة السطط المحلية في كافة الخطوات التي تتخذها للتصدي لأي مخاطر تمس محافظة حضر موت وضحين أن قبيلة العوابثة متعاونة مع كافة المعسكرات القريبة من مديرية إيسا ووادي العين ترجمة نانسي قنقر